أهلاً في مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 ونواصل في الوحدة 11 وهي التوصيل الإلكتروليدي كيف نقيس درجة التوصيل النوعية لأي إلكتروليت؟ يجب أن يتم أولاً تحديد مقاومة الإلكتروليت R باستخدام ما يعرف بقنطرة هيوستن هذه هي قنطرة هيوستن وتستخدم لقياس مقاومة الإلكتروليت ثم يتم تحويل المقاومة إلى التوصيلية بتطبيق المعادلة المعطاة حيث K هي درجة التوصيل النوعي تساوي 1 على R cell R cell هي مقاومة الإلكتروليت ويتم تحديدها بواسط قنطرة هيوستن ضرب L على A حيث L على A هي ما يعرف بثابت الخلية L هي المسافة بين القطبين بينما A هي مساحة مقطع كل قطب وبما أنه من الصعب تحديد المسافة بين القطبين وكذلك حساب مساحة القطب بدقة لذلك يعين قيمة ثابت كل خلية وذلك بقياس توصيل محلول معلوم توصيله النوعي في الخلية المراد استخدامه ويستعمل لهذا الغرض محلول كولوريد البوتاسيوم تركيز 1 من 10 M مذاب في الماء عند 298 كالفين ويتم تعيين ثابت الخلية من خلال هذه العلاقة الرياضية البسيطة ثم من بعد ذلك يتم تعيين التوصيل النوعي للمحلول الآخر في نفس الخلية وباستخدام نفس الثابت نأخذ مثالا وجد أن مقاومة محلول تركيز 1 من 10 من KCL هي 29 أوم وإذا كانت درجة التوصيل النوعي لهذا المحلول هي 1.29 ضرب 10 وسيسال ب2 أوم ماينس 1 سنتيمتر ماينس 1 أحسب ثابت الخلية وباستخدام نفس الخلية وجد أن مقاومة 1 من 10 M من نترات الفضة تساوي 34.9 أوم أحسب درجة التوصيل النوعي لمحلول نترات الفضة الخطوة الأولى نحدد ثابت الخلية من خلال العلاقة المذكورة آنفا K التوصيل النوعي يساوي 1 على R حيث R هي مقاومة الإلكتروليد ضرب ثابت الخلية L على A إذن L على A تساوي K ضرب مقاومة الإلكتروليد K قيمة معطاة هي 1.29 ضرب 10 وسيسال ب2 بينما المقاومة أيضا معطاة وهي 29 إذن ثابت الخلية تم تحديده باعتبار أنه يساوي 374 من ألف سنتيمتر أو سيسال ب1 وبالنسبة لمحلول نترات الفضة نستخدم نفس هذا الثابت حيث K يساوي L على A إذن قيمة L على A أو ثابت الخلية تم حسابها في الخطوة السابقة ضرب 1 على R مقاومة نترات الفضة معطاة في المسألة إذن يصبح التوصيل النوعي لمحلول نترات الفضة يساوي 1.07 ضرب 10 وسيسال بالنين أوم ماينس 1 سنتيمتر أوم ماينس 1 بهذا ننهي هذه المحاضرة ونواصل في شرح مقرر الكيمية الكهربية في دروس لاحقة